السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم السب 17 أهب أغسطس القمر اليوم موجود في برج الجدي لغاية الساعة 9.44 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش من مساء اليوم السب لا ينتقل القمر بعدها لبرج الدلو ورح يظل القمر موجود في برج الدلو حتى تمام ساعة 10.51 دقيقة من مساء يوم الاثنين القمر الآن موجود في منزلة ساعة بلع وهي منزلة للعلاج والفراق وإطلاف الأموال والحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة حتى تمام ساعة 3.32 دقيقة عصر اليوم السب لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة ساعة السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق القمر بما أنه موجود في برج الجدي لغاية ساعة المساء فمنظل أكثر عقلانية ومنحكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا ومندرك أن الأمور ما رح تكون سهلة بالنسبة لإلنا وبعضنا ممكن يكون متشائم علينا أن نعمل بجدية أكبر وأن لا نعتمد على الحظ يمكننا بدء عمل جديد أو شراء قطعة أثرية أو اتباع نظام غذائي ومتابعة كل ما يتعلق بشركات التامين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون بعد منتصف هاي الليلة يعني بعد أكم ساعة الساعة 12 و 48 دقيقة بعد منتصف الليل ورح تستمر طبعا من موعد بث الحلقة لغاية ساعات الصباح تأثيراتها هاي الزاوية بتخلينا أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة عملنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية دروتها ساعة 4 و 58 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرانيتش يعني تأثيراتها من ساعات الصباح حتى ساعات المساء متعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون دروتها الساعة 48 و 42 دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش متعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل وهذا يعني بتعطينا وقت مناسب للراحة بتزيد من حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال اللي تتعلق بالمسرح والروحانيات وتأثير هاي الزاوية بيبدأ من ساعة الظهر وبيستمر حتى نهاية هذا اليوم بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ ساعة 48 و 42 دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 9 و 44 دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش يعني قرابة الساعة وهي فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 9 و 44 دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش خلاص القمر بانتقل بيستقر في برج الدلوة عشان هيك بنشعر إن بحاجة ملحة للتغيير بعد هذا الوقت الروتين هو عدو هاي الفترة يجب أن نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفادة منها من ود الإنضمام لنادي أو مجموعة من الأصدقاء أو تجربة طريقة جديدة للحياة وبميل الأشخاص من حولنا للتصرف بشكل منطقي أكثر من التصرف العاطفي يمكننا تكوين صداقات جديدة وتغيير مظهرنا أو قص شعرنا مثلا أو شراء أو بيع أو الاهتمام بما يتعلق في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا رغم أنه في تراجع العطارد إلا أنه اللي بده يرغب بشراء أجهزة إلكترونية يدقق بالضمان أو الكفالة أو القطعة اللي بده يشتريها عشان ما يكون فيها بعض الأعطال وأيضا فترة جيدة لتجربة أطعمة جديدة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية رح تتشكل ما بعد الانتقال طبعا تأثيراتها بتبدأ من ساعات المغرب وبتستمر حتى فجر يوم الأحد زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين بلوتو ذروتها الساعة 10 و 12 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية طبعا اليوم أنا ما بنصح تداء من اليوم إجراء العمليات الجراحية إلا إذا كانت اضطرارية طبعا لأنه بدأنا بمرحلة اكتمال القمر ولكن الأعضاء اللي بدي أذكرها هاي هي اللي أنا ما بنصح نهائيا إذا في مجال تأجيلها بيكون أفضل عندنا الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة والعظام الأسنان الأوتار الأربطة الجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن وطبعا هاي الأعضاء رح تضل لساعات المساء من ساعات المساء وما بعد بصغير عنا بطلة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب وأعضلات الساعد وهرمنات الغد الدراقية طبعا زي ما حكينا ما بنصح بجراء العمليات الجراحية إلا الإضطرارية ودون الأعضاء اللي ذكرناها وابتداء من اليوم بيصبح الوقت جيد لجراء الحجامة للأشخاص اللي بدهم يعملوا حجامة خلال هذا الشهر ابتداء من اليوم من ساعات ما بعد العصر تبدأ فترة جيدة لجراء الحجامة بالنسبة لعمليات التجميل طبعا ما بنصح بعمليات التجميل خلال هذا اليوم لا حق ولا جراحة إلا أنه الجلد والشعر هم الأكثر حساسية فعشان هيك ما بنصح بأمور التجميل لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ولكنه لا يصلح للصبغ يصلح للحنة مثلا ويصلح أيضا للقص العلاجي لآخر يوم القمر بما أنه رح ينتقل ويستقر في برج الدلو خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين بيبدأ الساعة ستة وخمسة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش وبيستمر حتى تمام الساعة عشرة وواحد وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره ثلاثة عشر يوم الساعة ثنتين وتسعة وخمسين دقيقة عصرا بتوقيت جرانيتش منبدأ في اليوم الأربعطاش نسبة الإضاءة خمسة وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم اثنين وعشرين ثمانية سعيد بنسبة ثلاثين في المية القمر في الجدي ورح ينتقل الدلو زي ما ذكرنا في ساعات المساء ورح يضل في الدلو ليوم تسعة وعشرين ثمانية سعيد الآن بنسبة ستين في المية ساعات الفجر سعيد بنسبة خمسة وثمانين في المية ساعات الظهر سعيد بنسبة ستين في المية عطارة في الأسد بيتراجع حتى يوم ثمانية وعشرين ثمانية منتحس بنسبة أربعين في المية الزهرة في العذراء حتى يوم 29 ثمانية منتحس بنسبة 60% المريخ في الجوزاء حتى يوم 49 سعيد بنسبة 30% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% وزحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الدلو بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيظل هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة وأيضا اليوم ممكن يكون لكم نوع من أنواع التعامل مع المسؤولين عنكم بعملكم ولكن بدكوا تتجنبوا مخالفة القوانين وحاولوا قدر الإمكان إنه ما تغامروا وما تجازفوا خلال هذا اليوم لأنه سمعتكم على المحك وهذا بيت السمعة الأهم تستغلوا هذا اليوم للي بدوا يرفع من شأنه أو ينجز أعمال يكرم عليها فهذا اليوم مناسب أما من ساعات المساء وما بعد بتلتقوا الأصدقاء حول تصحيح العلاقات المتردية ما تبقوا وحدين فترة ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا وبتكثر عندكم الاتصالات والموعيد برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا بيظل النشاط في مجال الدراسي السفر للاتصالات البعيدة العلاقات مع الأجانب وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوبة حباكم معكم بعضكم ممكن يكون عندهم امتحانة ومقابلة هذا اليوم مناسب لكن لا تعتمدوا على الحضوض كثيرة بتكونوا تعتمدوا على مجهودكم اليوم برضو بيحمل نوع من أنواع النجاح في حياتكم العاطفية أو العائلية ولكن برضو الاهتمام رح يكون واسع جدا وفي حضوض بتدعمكم من ساعة المساء بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهم مش إنه ما ترتجلوا المواقف والتصاريح عشان ما تقعوا ضحية الفوضى وعدم التنظيم وبتضغط عليكم المسؤوليات وممكن نتواجهه أمر صعب ومعقد برج الجوزة بالنسبة لما وليد برج الجوزة طبعا تركيز رح يظل على الأمور الأموال المشتركة فعشان هيك ممكن تهتموا ببنك ضريبة تأمين الأموال المشتركة أو مال الزوج أو الزوج وبظل في فرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة أهم مش إنه ما تكفلوا حد ما تضمنوا حد وما تغامروا ماليا وسارعوا في تهديث الأجواء وخصوصا العائلية أما من ساعات المساء ما هنا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات وبكون لكم نوع من أنواع اللقاء أو فرصة بتفتح أمامكم أبواب تتعلق بالسفر أو التسويق أو النشر أو الدراسات العليا وبتفرحوا لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان هذا ما زالت يعني لغاية ساعات المساء فترة مناسبة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة أو التعامل مع الأزواج وأيضا فترة جيدة لأي عمل مشترك وبدك تكون حذر بس إنه هي فترة ضاغطة لأنه القمر مقابلك فبضغط عليك من ناحية عصبية ونفسية وطاقتك بتكون ضعيفة وسهل استفزازك فعشانيك ابعد عن المشاكل أما في ساعات المساء بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أدخلوا التعديل على نمط حياتكم وبرضو ممكن تهتموا ببعض المسائل المالية اللي تتعلق ببنك أو ضريبة أو تأمين أو أموال مشتركة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك من الآن وحتى ساعات المساء القمر بتجه لمقابلتكم فبتكوا تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم وتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة أعمالكم حذروا من الجدال مع المعاونين وما تهملوا صحتكم نهائياً أما من ساعات المساء وما بعد بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم حفظوا على هدوءكم وما ترتجلوا أي كلام وما توجهوا ملاحظة لأنه خصمكم قوي وما بيرحم وبتحمل لك هاي الأيام ارتباط مهم عشان هيك لازم تكون هادئ وعصابك بارد جدا بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً بتظل رغبتكم قوية للتقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم والأحباء هنا مقصود أحباء عاطفيين أو الأبناء أو الآباء وما بيتخلى الحظ المالي عنكم في نوع من أنواع الحظوظ بتدعمكم اليوم على المستوى العاطفي أو مستوى الترفيه أو مستوى الهوايات وبتمفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبياً وهي فترة إيجابية ومناسبة لا طرح فكرة معينة أو الارتباط أما من ساعات المساء وما بعد بيتراكم العمل لديكم لا تهملوا صحتكم وحاذروا من تعب صحي أو جسدي ممكن أنه يمنعكم من أداء واجباتكم اليومية وبتظهر بعض المسائل العائلية أو الشخصية الطارئة اللي ممكن تخليك تشعر ببعض التوتر بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على المسكنكم وتضل الإهتمامات بالبيت والعائلة لغاية ساعات المساء وممكن تجدوا تعاون من أفراد العائلة أو من أحد أفراد العائلة ولكن برضو ممكن يكون في قلق حول وضع عائلي أو منزلي ممكن تظهر مشاكل شخصية أعطال منزلية أو استفزازات أهم جنك ما تتهرب من المسؤولية أما من ساعات المساء وما بعد بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم أحبائكم وبتفرحوا لإنفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وبتقوموا بخطوة ممتازة جداً ممكن تطلقوا إشارة إيجابية أيضاً برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات خلال هذا اليوم لغاية ساعة المساء وبرضو فترة ممتازة للي بكون عنده مقابلة أو بكون عنده امتحان ولكن برضو بقولكم ما تعتمدوا كثير على الحضوض وانتبهوا أثناء قيادة السيارة على الشوارع ممكن تعززوا العلاقة مع أخ أو جار تدعمك الحضوض في كثير من المسائل عندك سرعة بديهة قوية جداً وقدرة على الإقناع والحوار والنقاش ولكن حافظ على أعصابك الباردة وما تعصب من ساعات المساء هنا بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية لطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن يعني يصير فيه حدث معين يثير اضطرابك أو امتعاضك أهم شيء أنك ما تخال في القوانين واحترم الموعيد والالتزامات المهنية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً من الآن وحتى ساعات المساء بظل فيه فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادةً بيجي من عمل إضافي أو مستردات هباً دعم أو هدايا مثلاً ولكن أيضاً بتكونوا حذرين في النفقات وتكونوا حذرين من النصابين والمحتالين وامتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية وإذا بتكونوا تهتموا بتوظيف الأموال بتكونوا عاقلين إما بعملية التوظيف أو بصرف الأموال وتكون يعني دارس الأمور بشكل جيد وبدون مغامرات أما من ساعات المساء هنا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وبتصير فترة مهمة للتواصل مع الجميع ولا اسمع صوتك والتحرك بكل المجالات وبأكثر من اتجاه في نفس الوقت عشان هيك بتبدأ فترة ممتازة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط من الآن وحتى ساعات المساء وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة ادعم من مكانتكم الاجتماعية وعلاقاتكم ومعارفكم وحتى مع الأحبة وفيه انفراج بيكون على الطريق وممكن تسمع خبر بتنتظره أو يصير مفاجأة خلال هذا اليوم فيعني بدك تكون مستعد إن كان إيجابية أو سلبية أما من ساعات المساء بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم أهمش إنه ما تغمروا بأموالكم هاي فترة حذرة مالياً ومعنوياً فما تتسرعوا باتخاذ قرارات حاسمة أنتوا بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً يوم آخر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم حتى ساعات المساء لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من أعمال متراكمة صحيح اليوم في كثير من الضغوط لكن مش هشيء السلبي لكثير ولكن حاذروا طاقتكم ضعيفة صحتكم أغلب موليد برج الدلو عندهم تقلبات بالصحة حاذروا من العصبية حاذروا من القرارات المتسرعة واضبط أعصابك قدر الإمكان وحاول إنك تعمل بشكل روتيني أما من ساعة المساء هنا القمر بوصل عندك بتستعيد نشاطك وحيويتك بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة وبصير في عندك طاقة عالية جداً للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعاً بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتتسع الأفاق ممكن تحتفل بنجاح أو تطور علاقة أو تعزيز شعبيتك أو حصد مكافأة معينة أو حتى ممكن اليوم يجيك اتصال من أحد المعارف أو تستغل بعض معارفك أو علاقاتك لمساعدتك في أمر ما أما من ساعات المساء يعني هنا بتبدأ اللي هي المرحلة السلبية لأنه القمر بديوصل لبيت المتاعب فبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم وتجنبوا اتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة عذروا الأفكار السوداء والمعنويات المنخفضة لأنه ممكن تخيب أعمالك أو تتأخر أعمالك فعشان هيك من الآن وحتى ساعات المساء حاول تنجز كل الأعمال المهمة والضرورية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء